السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيدكم مبارك ومسعيد اليوم بغيت نتحدث معكم في هذا الموضوع اللي يعني هو موضوع الساعة وهو موضوع كورونا شفاء الجميع وأبعاد الله عنا هذا الوباء إذن رأيي في هذا الموضوع خصوصا في هذه الأيام الأخيرة وأتمنى أن تعطوني أنتم أيضا مشاركاتكم بخصوص هذا الموضوع كورونا أختي أرى عدو يتربس بالجميع نعم إخواني وأخواتي الوضعية أصبحت صعيبة بزاف لازمنا نتعايش معها لأن كما يقول الخبارة لحد الآن ليس هناك أي تلقيح يعني صفة نهائية لهذا الوباء لهذا خصوصا ناخده الاحتياطات اللازمة خصوصا في هذه الأيام بعد تكاتر وعدد الإصابات في الآويناء الأخيرة والله يجعل سيد ربي يحدل بس إذن من بين الأمور اللي بغيت نأكد عليها وكنت نظن أن الجميع يعلموها إلا أن مؤخرا يعني بعض الناس يعني ما بقوش عاطينها الاهتمام الكبير وهي وضع الكمامة الكمامة خطيرة أصبحت ضرورية 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 لا نستصغيرها هذا الأمر يعني يجب أن ننتبه له جيدا إذن هي ماشي شي حاجة صعيبة لإنسان كي وضع الكمامة وكي تكلع الله والحافظ الله ثم عند الدخول للمنزل دائما خاصنا نغسل يدينا الغسل الحمد لله هذا من الواجبات اللي لدينا في الإسلام دينا الحمد لله ولكن يعني هنا خاصنا الاحتياطات اللازمة نغسل يدينا وننرجع ونحيد الكمامة نوضعها بالطريقة الصحيحة في سلة المهملات أو في كيس وكذا نغسل من بعد غسل يدينا بالصابون نغسل حتى الوجه الإنسان لا يعرف ما يعني تلاقوا لهذا لأن هذا الوباء لحد الآن الأطباء حاروا فيه فبأحرى الإنسان الذي يعني نحن كعمة الناس أيضا نتركوا الأحدية دينا خارج الباب نضعوا يعني أي حاجة يعني حتى لا ندخلها أي شيء خاطر إلى المنزل ثم التحية عن بعد عندما نكونوا في الخارج لابد التحية عن بعد إذن لو لكن في الدار لابد أخذ الاحتياطات اللازمة بعد الغسل إلى آخرين فالتحية عادية ثم الغسل الخضر يعني أي شيء جبنا من برقصنا نعود ونغسله وكما أمرونا بذلك الاختصاصيين فحداري حداري حداري لأننا لا نستهنوا مع هذا الوباء فتراحضون العداد الكبير الذي بدأ نراحضه في هذه الأيام الأخيرة ونأخذ الأمر بكل جدية والواجبات دينا رح نغضي نأدوها ولكن دائما بالاحتياطات اللازمة إذن هذه هي كل بعض نصائح أعلم أن الجميع يعرفها فنذكر بعضنا البعض أذكر نفسي وأذكركم أيضا وأعلم أنكم لا يعني أنتم على علم بها هذا كل ما في الأمر وأتمنى أن تتقبلوا هذه المشاركة من عندي وجزاكم الله وكل الخير ووقعنا ووقع البشرية كلها خطر هذا الوباء الله يجعل سيدي ربي يحفظنا جميع وشكرا